بسم الله الرحمن الرحيم. أهلاً وسهلاً بطلبة وطلبات الصف الأول الثانوي في برنامج مادة اللغة الإيطالية في البس المباشر بتبع وزارة التربية والتعليم. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج البس المباشر للغة الإيطالية معكم سنيورة سيهام محمد والسنيورة إيمان زايد. أهلاً وسهلاً بكم. طيب إحنا دلوقتي إحنا دخلنا خلصنا خلاص أونيتا كواترو اللي هي الوحدة الرابعة ودلوقتي بنكمل شرح الوحدة أونيتا تشينكوي اللي هي الوحدة الخمسة. طيب تعالوا نشوف هناخد إيه الدرس بتاعي النهاردة ونفكركم كمان إن كان عنوان الوحدة بتاعت النهاردة اسمها تيمبو ليبيرا. آه يعني وقت الفراغ. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن إزاي بنقضي وقت الفراغ. إزاي ممكن يجي لي موضوع تيمة يعني موضوع مقالي يقول لي كيكوزا فاي نلتين بو ليبيرا. بتعمل إيه في وقت الفراغ? وقلنا إن أنا ممكن أستغل مجموعة من الأفعال وإن أنا أقول إيو فاضو ألتشينيما فريسامبيو. يعني أنا أذهب إلى سينيما نلتين بو ليبيرا. إيو ليجو أناستوريا. بكرأ كتاب أو بكرأ كصة. إزا عندي مجموعة من الحاجات اللي ممكن أعملها في التيمبو ليبرو في وقت الفراغ. بس في ساعتها وإحنا بنشرح الدرس بتاع المرة الفاتت كان في مجموعة من الأفعال اسمها بيربي إرريجولاري. أفعال شازة. عايزين نعرف النهاردة إزاي نعرف نصرف هذه الأفعال الشازة لأن هي لا تتبع القاعدة اللي احنا متعودين عليها بتاعة البرزنتي انديكاتيفو. اللي هي نهايات معينة بتنتهي بآر أو إيري. طيب وقسمنا الأفعال اللي هي ثلاث مجموعات. مجموعة أولى اللي بتنتهي بآر والمجموعة التانية اللي بتنتهي بآر والمجموعة التالتة اللي بتنتهي بإيري. طيب. وعرفنا أن الأفعال دي علشان أصرفها التصريف العادي بتاعها إن إحنا بنحضف هذه النهايات وبضيف مع إي يو بضيف الأو ومع تو كنا بنحط حرف إي. طيب مع لوم ولاي كنا بنحط الأو لو كان الفيربو مجموعة أولى ولو كان مجموعة تانية أو تالتة كنا بنحط الإي. طيب طابو مع نوي اللي هي معناها نحن كنا بنحط المكتع إي عمو. طاب مع في اللي هي معناها أنتم أو أنتنا. كنا بنضيف آت لو الفيربو مجموعة أولى آت مجموعة تانية لو إي ت لو مجموعة تالتة. طيب مع لورو يا ترى كنا بنضيف إي نفتكر مع بعض. كنا بنضيف أي و آنو لو مجموعة أولى. أونو مجموعة تانية تالتة كمان أونو. طيب إذا دي عبارة عن النهايات المعينة اللي احنا كنا بنعملها بنصرف بها أي فيربو ريجولاري. فيربو ريجولاري يعني فيرب عادي تمام ودي الكاعدة الأساسية. طبعا إحنا متحودين إن أي أي قاعدة عامة بيكون لها مجموعة من الشواز. فإحنا كمان عندنا في اللغة الإيطالية مجموعة من الأفعال اللي بتشزة عن هذه القاعدة. وإحنا سمناهم فيربو ريجولاري الأفعال الشزة. طيب يا ترى فاكرين إن إحنا أخذنا في الترم الأول نفتكر مع بعض مجموعة من الأفعال اللي كانت شزة. كان من أهمهم إيه؟ ها؟ فيربو أسرة وفربو أفاري. فيربو أسرة اللي هو كان بمعنى يكون وفربو أفاري اللي هو كان بمعنى يملك. قلنا إن الفربين دول في الترم الأول كمان مش بيمشوا طبعا القاعدة إذا لهم تصريفات معينة. تحنا نفتكرها مع بعض. كنت بقول عشان أقول أنا أكون كنت بقول إيه صونو. طبعا أنت تكون توسي. إذا من الفرب بشكله تغير. تمام. مع لوي ولاي كنا بنقول هو يكون ازاي. كنا بنقول لوي آه. وكنا بنقول كمان لاي آه. ونويس يا عامو. فايس ياتي لورو صونو. طب يا ترى كنا بنصرف فيربو أفاري ازاي. نفتكر مع بعض. عشان أقول أنا أمتلك أو أنا لدي. كنت بقولها ازاي. كنت بقول إيه أو. تو آي. لوي ولاي ها. اه. نوي أبيع مو. ضاي. أبيع تي. ولورو تي. أنو. إذا أنا عندي ديتو صرفات أفعال شازة. كمان يا ولاد. احنا في الوحدة الخمسة. هناخد كمان كواترو فيربي إرغولاري. أربع أفعال شواز. ليس بيمشوا طبع القاعدة للأسف. والجزء اللي قدامنا على الشاشة. ده أنا بارتا دي اللي برو سكولاستيكو. يعني جزء بالضبط اللي متاخذ من كتاب المدرسة. اللي هو جايب لي كده. بيقول لي خلي بالك. إن ده. البرزنت اللي كاتيفو. دي فيربي إرغولاري. أعضل مضغرع الإخباري من الأفعال الشازة. إي طرع عندنا أفعال شازة. عندنا فيربي اسمه أنداري. هناخده جديد. يعني إي طرع أنداري بالعربي. هم؟ معناه يذهب. وعندنا كمان فيربي فينيرة. اللي هو معناه يأتي. طيب فيربي فاري. اللي هو معناه يعمل. طيب فيربي أشهير. اللي هو معناه يخرج. طيب وهو هنا بيقول لي أنت بقى كمل مكان النقط دي تصريفات هذه الأفعال. تعالوا نشوف إحنا كملناها في الصفحة التانية. علشان نشوف إحنا هنصرفها إزاي كاملة. وبعد كده نرجع نكمل بتاع الجزء بتاع الكتاب. تعالوا نشوف كده ها. أنداري فينيرة فاري وشيرة. دي أفعال يا ولاد في حالة المصدر. احنا عارفنا إن الفربو لما يكون أخره آري أو آري أو إيرا بيبقى في حالة المصدر. طيب أنا هعمل إي عشان أصرفه. قلنا دول شواز إذن لازم يتحفظه كما هم. يعني عشان أقول أنا أذهب. أقول إيه إيه وإيه وفعده. طيب أنت تذهب. طيب هو أو هي يذهبه. أقول إيه. لوي فا. لاي فا. نوي اللي معناها نحن. نوي أنديامو. فاي أندار ته. لورو فانو. يبقى قول إيه وفعده. فاي لوي ولاي فا. نوي أنديامو. فاي أندار ته. لورو فانو. إذن أنا يا ولد دلوقتي ده فيربو أندار. سهل جدا في النطق بتاعه. خلي بالنا. إنه ممكن أنا كمان أحفظه آآ بالترتيب. لو أنا حافظه الضمار بالترتيب. اللي يأيه بعدها تو. بعدها لوي ولاي في نفس السطر. بعد كده نوي. فاي لورو. ممكن أقول إن أنا أحفظه على شكل أغنية. وأقول ها. فا دو فاي فا انديامو أنداتي فانو. أهلة جدا في الحفظه في الحفظه كده ها. فا دو فاي فا انديامو أنداتي فانو. تعالوا نشوف مجموعة من الأمثلة كده. عايزين نقول مثلا. أقول إيو فا دو الجنما. أنا أذهب إلى السينما. تو فاي أسكولا. أنا تذهب إلى المدرسة. صحة لأنا. نوي نوي انديامو تتي. الجنما. كلنا بنروح السينما. ميش. أقول وي انداتي. وي انداتي عسكولا. انتو تروح المدرسة. لورو فانو. لورو فانو. دا. مثلا. مياه نونة. برسمبيو. يعني أنتم تذهبوا إلى أي مكان. فإحنانا عندنا بربو أندار. معنا يذهب. تعالوا نشوف برب فينير. يعني يأتي. أقول. أنا أأتي. أول هزاي. إيو فانو. تو فيني. لو يولاي. فيني. نوي فينيامو. voi فينيت. لورو فانو. نقول من أول معي. أقول أنا جاية. أول هزاي. إيو فانو. تبتو. تو فيني. لوي ولاي. لوي فيانا. ولاي فيانا. إحنا متعودين. إنه لوي ولاي. ليهم نفس التصريف. زي ما قلنا. لوي باع. ولاي باع. نفس التصريف. هنا كمان هقول. لوي فيانا. ولاي فيانا. تمام. طب إيه كمان يا أولاد. هقولها. نوي فينيامو. فينيت. لورو فينجونو. تعالوا نقولهم كده. لو إحنا حافظين الدمار بالترتيب. هنقولهم إزاي وربع. بعد كده كأغنية سهلة. هه. فينجو فياني. فيانا. فينيامو. فينيت. فينجونو. هم. فينجو فيني. فيانا. فينيامو. فينيت. فينجونو. تعالوا نشوف بقى الورب فاري. هه. الورب فاري. معناه يعمل. أو لك مسلا. إيه فاتشو سبورت. يعني بعمل رياضة. تمام. إيه فاتشو سبورت. وده طبعا تعبير عندنا. إيه فاتشو سبايزة. عندنا فاتشو. أو إيه فاتشو. أنا بعمل. إيه فاتشو سبورت. إيه فاتشو سبايزة. إيه فاتشو لكولازيونة. يعني أنا بفتر. بفتر. أو بعمل في طرب تعي. معناها بفتر. ده إسبرزيونة. يعني تعبير على بعض. دايماً فينجو فينجو في المعظم. أحوالي. عبارة. بيجي مع. غمال أو تعبيرات إسبرزيونة معينة. زي. فاري سبورت. فاري سبايزة أو فاري شوبينج. فاري كولازيونة. يعني بيفتر. دي بك عبارة عن تعبيرات. فخلي برنا منه. لما حب أقول مثلاً. أنا في وقت الفراغ بعمل شوبينج. أقولها. أقول. إيه فاتشو. ها. سبايزة. نيل تنبو ليبرو. طب لو عايزة أقول أنا بعمل رياضة. ها. أقولها ازاي. إيه فاتشو سبورت. نيل تنبو ليبرو. يعني بعمل رياضة في وقت الفراغ. تعال نشوف. هنقوله ازاي تاني يا ولد. أقول إيه فاتشو. توفاي. نفكركم بالكعدة بتاعت حرف الـ G. حرف الـ G لما كان بيجي بعدي. الإي أو الإي. كنا بنمتغل تشين. تشين. فمتعودين عليها. يعني هنا ما أقولش. مثلاً فاكو. لا أقول فاتشو. حلقة. أو إيه فاتشو. توفاي. فاي. لوي ولي. ف. نوي. فشيعمو. نوي. فشيعمو. فاي. فعت. لورو. فانو. تمام. طب فربو قشيرة. قشيرة يا ولد معناها يخرج. هنستخدمه كتير قوي. في الواحدة الخمسة. اللي هي بتتكلم عن وقت الفراغ. ممكن نقول أنا أخرج مع أصحابي. هقولها ازاي بالإيطاليا ترى. هل هاستخدم فربو قشيرة في المصدر؟ لا. طب هل هشيل القيرة وحط O؟ لا برضو. لازم ده لتصريفات معينة زي ما اتفقنا. لازم تحفظ كما هي. هقولها ازاي. اقول ايو إيسكو كون لياميتي. انا بخرج مع الأصدقاء. مثلا ايو إيسكو كون لياميليا. بخرج مع ليلة. تمام؟ اذا عندي هنا فيرب خلي بالنا. إيسكو يا ولاد بقول إيسكو ليه؟ لأنني بنتق حرف الاس عادي. لأنني بعد دي حرف اللي تشي بيتنطق زي الكاف أو الكي. فبقول إيسكو إنما تعالوا بقى نفكركم بالقاعدة بتات حرف اللي تشي لو جي قابلها اس في اس المقطع كده لبعضه اللي هو اس تشي اي او اس تشي اي كنا بننتهي يا ولاد كلها شين؟ فكنا هنا نقول ايشي ايشي تو ايشي لوي ولاي ايشة يبقى خلي بالنا نطقنا فوق اس والكي عادي قلت إيو إيسكو طيب ليه ما نطقنا الشين؟ لأن أساسا إن حرف اللي تشي لما بيجي بعضي يا ولاد بفتكر القاعدة اللي خدناها في التيرم الأول في العفونيتيكا وعلى النقط إفتاعتنا الحرف اللي تشي كنا بنقول إن حرف اللي تشي ممكننا نطقه زي الكي أو الكاف بالعربي لو كي بعضيه حرف اللي او 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 كنا او كنا بنطقه ايه كاف زي ما كنا بنقول كازا كيارا كيارا وكازا او كوزا كنا هنا بنطق كاف إنما كنا بنطقشين في حالة معينة تانية زي تشيني ما فكرينها ولا لا تمام هنا نفس الكلام يا ولاد إن أنا بفكركم قاعدة النطق دي لما قول إيو إيسكو يعني أنا آخره إنما تو ايشي لوي ولاي إيش يعني نخلي بالنا إن جوا كده من ايه من اول تو لحد فاي كله هننطق شين إنما ايه بنطق مع اس وبعدين الكيه وتحت لورو بنطق كمان الاس والكيه خلي بالنا يعني ايو إيسكو ولورو إيسكو نو إنما اللي جوا بقى كله بنطق شين يا ولاد نخلي بالنا يعني هقول هاتو إيشي لوي ولاي إيش نوي اوشيعمو باي اوشيتا تعالوا نقول كده بعض الجمل ممكن نقول فاي اوشيتا اوضي انتو تخرجوا النهاردة مثلا هقول لورو إيسكو نو كون ليعميتشي هم هايخرجوا مع اصدقاء هم تمام يبقى أنا عندي هنا ديء يا يا ولاد طب ايه هنعمل ايه في الدرس التالي النهاردة الدرس التالي النهاردة عبارة عن درس مهم ليه لأن احنا هناخد كواترو فيربي ارجولاري اربع افعال شازة هنضمهم الى فيربو اسري وفيربو افاري كافعال شازة اذا لحد الحصة بتاعتنا النهاردة او لحد درسينا النهاردة احنا كده واخدين ساي فيربي ارجولاري ستة افعال شواز لازم نحفظهم كويس علشان لما يجيلي في الامتحان اعرف اختار كويس طب ايه كمال علشان لما يجيلي في الاميل اي سؤال منهم اعرف ارد يعني لما يقول لي مثلا مثلا دوفي في دوفي في في ده تصريف فيرب ايه هل يترى فينيرة لا طب في ده تصريف فيرب ايه اه نفتكر ان احنا كنا حافظينه في هو تصريف فيرب واندارة لما اقول لك دوفي في او جي يعني اين تذهب اليوم يعني تريح فين النهاردة لما حب أرد هعمل إيه في سؤال الإيميل قلنا لما يكون عندي أولاد السؤال لما يكون سألاك أنت هتروح فين النهاردة هترد تقول لي اللي هو أنا هروح في الحتة الفلانية إذن لما سألك بتو بترد علي بإيو ده نحن عرفينه بالعربي إذن هو نفس الكلام بالإيطالي يعني أقول لك هتقول لي لما تقول لي لأنه طالما غيرت الضمير أو غيرت السجد أو غيرت الفاعل بتاع الجملة إذن كمان تصريف الفرب يا أولاد لازم يتغير صح أو لا نحن عارفين أن لأن بيجي مع بيجي مع إنما لما أقول إيو هل هقول إيو في لا ما ينفعش هل هتقول إيو في لأن إيو بيجي معها في لما يقولي أين تذهب أقول له يوفاعدو الجينيما يوفاعدو أراما تمام إذن ردت بإيو وبالتالي طالما غيرت الفاعل لازم أغير كمان تصريف الفرب خصوصا إن الفرب من الأفعال الإنرغولاري يعني الأفعال الشازة تمام مثلا تعالوا نرجع لالجزء اللي أغدينه من من كتاب المدرسة تعالوا نعرف نكمل مع بعض فيرب أنداري بقول إيو فاعدو توفاي لوي ولي فا لوي عندي عمو هوي هوي نفتكر هوي أنداري ولورو وانداري طيب أقول إيو فاعدو الصينيما أنا أذهب إلى الصينيما هذا طبعا يعطيني إذن بيو كمثال على الverbo ممكن أقول توفا يا روما أنت تذهب إلى روما تمام تعالوا نشوف الverbo فينير نفتكر مع بعض كمنا بنقول إيو فاعدو توفيني لوي ولي برافي سيت برافي لوي ولي فين لوي ولي فين دا باري هم من مدينة باري ماش فين يعني من المنزل تمام تعالوا نشوف الverbo فاعدو كمنا بنقول إيو فاعد شو تو فاي لوي ولي برافي لوي ولي فا لوي فا ولي فا لوي فش عمو فو يفا لو فان تمام لو فان تانتي كوز بيعملو حقا كتيرا وشير يوليد اللي هو verbo يخرج لو معنا يخرج إيو إس كو تو إش لوي ولي برافي لوي ولي إيش نوي وش عمو سبسو يعني غالبا نحنا بنخرج دايما غالبا نوي وش عمو سبسو يعني في الغالب بنخرج فاي وش تانتي لورو إسكنوا دا الصالة دا سكوالة هما بيخرجوا من المدرسة ممكن أقول إيو إسكنوا دا الصالة يعني معناها بخرج لوحدي إنما معناها أنا أخرج من المدرسة برافي تمام كده أخذنا دا سهلي جدا المهم أن نحفظ هذه الأفعال كويس تعالوا نشوف بالجن ازاي في الازعم في الامتحان بالجن ازاي ايو على شكل اختيارات ازاي ما احنا شايفين طب وأنا ممكن أعرف النهايات وخلاص يا سينيورة ممكن أعرف النهايات وخلاص لا أقول لك لأ أنت ممكن تعرف أيوة بالنهايات ولكن خلي بالنا أن إحنا ممكن نكتبه في الاميل ممكن نكتبه في التيمة إذا المفروض اللي هو موضوع المقالي إذا نفروض أن أعرف كل فاعل ممكن يجي معاه أن يتصريب بالضبط مش بس عشان الاختيارات بتاع المقالية وعشان يا أولاد الأفعال دي هتبقى موجودة معنا لحد ثلث سنوي يعني هي مهمة جدا 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 وخاصة أن نحن بعد كده هناخد ها في أزمنة مختلفة يعني هناخد ها مثلا في الفطور سيمبليش والفطور كومباستو والبساطو بروسيمو يعني هناخدها في أزمنة تانية فخلي بالنا علشان نعرف كل فرب فأني زمن بالضبط ونحن دلوقتي بناخد البرزنت 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 المضارع فنذكر كويس عشان بعد كده يبقى علينا أزمنة تانية بالإضافة إلى البرزنت 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 تعال نشوف في سؤال لجراماتيكا بيقول إيه شيل الفرب أدعط اختار الفرب المناسب تعال نشوف نمر هنا ماريو في بونتيني يعني يعني جاب لماريو وبعد بونتيني يعني نقط بيقول لكم نوع التينيما طب يترى أنا أصرف مع مين أصرف مع ماريو بس لا أخلي بالي أن ماريو بعض بير يعني إيه بير يولاد أي احنا قلنا أن في الإطالي ما عنديش أداة ندال فميقول يا ماريو عشان يقول يا ماريو أو يقول لي أن هذا الشخص منادى أو أن أنا بخطبه بسيغ تو فهو يجب لي الإسم بعدي فإذا الإسم لما يكون بعدي فإن يعني أن الشخص مخاطب يعني بكلمه بقول أنت بقول يا ماريو هت سيجي معانا إلى السينما إذن عندي الإختيرات عندي هي عبارة عن فينيرة يعني يأتي تمام طب يا تار هقول ماريو هياخد فيانة ولا فينيامو ولا فينيتة ولا فيني نفكر مع بعض حنا قلنا ماريو بعدي بيرجول بيسوي ضميل إيه قلنا بيسوي تو طب يا تار تو كد بتاخد إيه معانا في الاختيارات دلوقتي هم هم بتاخد إيه ارجع كده شوية هللاقي أيوة إني تو كد بتاخد إيه ها فيني فيني اه تمام يعني لما قول ماريو بعدي فيرجول يا ولا هقول الإجابة الأخيرة هي الصح هقول ازاي ماريو فيني هتيجي معانا إلى السلم يا ماريو إذن ده كمان احبار عن يا ولا انا بدعو إن هو ييجي معانا السينما وده طبعا من الحاجات اللي هناخدها في المواقف بتاعة الوحدة ديت إن أنا كمان هقول لك عند أدعو شخص ما يترى هقول إيه عند رسپوند على الدعوة عند رد على الدعوة يترى هقول إيه عند أدشت الدعوة لما قبل الدعوة هقول إيه عند رفيوت لما أرفض الدعوة هقول إيه هناخدها النهار ده إن شاء الله طبعا يبقى أنا عندي دلوقتي في سؤال جراماتيكا بنقول إيه يا ولات ماريو وبعد علامة يبقى الماريو فيين يكون نويا لشينما هتيجي معنا إلى السينما ماريو ممكن ماريو يقول لي كون بيات شارع بكل سعادة دكار دو يعني موافق ممكن يقول أنا آسف نبص مش هقدر يبقى هنا معناها إن هو رفض الدعو بتاعتي هناخد هدلوقتي بتفصيل طيب النمر دو بيقول إيه ها وبونتيني ومعكدا بيقول سيمبرا كون يعميد شي عايز نقول طب يا ترى تصرفات الفرب اللي عندي في بين الأكواس وفرب وإيه ها أيوة فرب وشيرة وشيرة يعني طبعا ده سؤال سهل جدا إن هو لو جالي في الابتحان يبقى أسهل سؤال عندي ليه لأنه جايب لي الضمير واضح جايب لي إيه جايب لي مثلا جايب لي لوي أو لاي إذن أنا ما عنديش مشكلة إنما قيمت شوية بيبقى فيه تفكير لو كان هو جايب لي اسم شخص فبالتالي أنا لازم نشوف اسم الشخص ده يسوي في الضمير اللي عندي علشان أصرف صح إنما هو هنا مسهل الموضوع جدا وجايب لي على طول إيه جايب للضمير طب إيه بياخد يا أولاد لسه أيلين هل إيه بياخد إيش ولا إيش 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 يا ترى هياخد إيه أيوة نو نرجع أول حاجة عندي أقول إيو إيش إنما تو إيش ولو إيش يبقى هنا أقول إيو إيش كثمبر كلامي إيش معناها أنا بخرج دايما مع إيه أصدقائي رجعت مع علامة طب رجعت دي معناها بنت ولا بنات ولا ولد ولا أولاد أنا عارفة أن كلمة رجعت سي بتلغبط الناس كتير خلي بنا لما رجعت سو يبقى ولد بالأو رجعت سا بالأ يبقى بنت رجعت سي بالإي يبقى أولاد إنما هنا رجعت سي بنات طيب بنات وبعضهم علامة طيب يا ترى يا إيه هقولهم أنت بما أن هم مخاطب لأن العلامة أو الذي قلنا عليها إن إحنا كده معناها إن إحنا بنخاطب الشخص اللي موجود عندي في السؤال تمام لو هو مفرد يا أولاد وبعض علامة إذن بيساوي الضمير طيب لأن طالما مفرد إذن بقوله أنت أو أنتي ده لوجيك طبيعي إن أنا بقول كده حتى بالعربي إنما لما يكون عندي جمع يعني بنات عندي جمع فإذن مش أقولهم أنت ولا أنتي أقول أنتم أنتم بالإطال اسمها إيه يبقى 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 لأن هنا مخاطب مجمع مخاطب وجمع طيب بقولهم رجعت ها سبارت أو هتعملوا رياضة النهاردة يا بنات ها ترى قلهم فنو ولا فات ولا فات ولا فش أمو هقول إيه ترى مع ها أقول ها فات رجعت سبارت 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 هتعملوا رياضة النهاردة ممكن يقول سي أو نو هذا سؤال بهل معرف من لأن ما عندي أداة استفهام يبقى هذا عبارة عن سؤال بهل برد عليه سي أو نو ممكن نقول سي فات يعمل سبارت أيها هنعمل رياضة النهاردة أو نو 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 نفت يعمل رياضة النهاردة سي برعا تمام هذا يعني تمرين على سؤال الأول بتاع الجراماتيكا تمام تعال نرى هناخد أي تانية يولاد في درس جديد بعنوان جديد طبعا اسمه فياني كنو فياني كنو فياني كنو فياني درس يولاد قلنا عن هذا عبارة عن فيرب تصريب فياني يعني يأتي فياني نصرفها مع أنه ضمير يترى هل مع إيو لا مال ماتو أي وماتو لأن الفرب ينتهي بالإي فإحنا قلنا إيو فياني تو فياني تب لما قلنا حتى فياني كنوي إذا اهتي معنا يعني أنا بعمل إي فاتش عن فيتو بدعو استو ان فيتان لكو بدع يترى لو دعيت حد بالأسلوب ممكن هو يقول إيه تعال نقرأ الميني ديالوجي ونرى سيرد يقول إيه لما يقبل ويرفض بالإيطالي عشان نتعلم لو حد دعوة بالإيطالي سنرد نقول إيه يقول الهجئة اسكول تعطي الميني ديالوجي تعال سبعه معي ديالوجي 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 تعال تعال نرى كيف اول من ديالوجي فهمنا إيه يقول بيترو بيترو فياني كون نويا لشينما السايرة بيترو تيجي معاني إلى السينما هذا المساء تيجي معاني السينما النهاردة بالليل بيقول كده فياني استخدم هنا يولاد في عمل الدعوة يعني بدل بقول ايه رأيك لو احنا روح للسينما النهاردة على طول باختصار كده زي ما احنا كمصرين بنختصر برضو الكلام باختصار هقول ايه فياني تيجي معانا إلى السينما النهاردة طب يترى هو بيترو وافق ولا رفض قال لأ رفض قال لأ آسف آسف يعني آسف مش هقدر ديفو استودياري مش هقدر ليه عشان المفروض يذاكر زي احنا كلنا كده المفروض نعمل ايه دبيعة مستودياري المفروض نذاكر بالسبب طبعا عشان ليزامي عشان الامتحانات فهو طبعا ولد ايه ولد مهزب وعايز بيلتزم بدراسته فهو بيقول له ايه اه لأ ده انا عندي مذكرة النهاردة فمش هيعرف اروح معاكم الى السلمة فبتأسف وفنفس الوقت بيقول الموتيفو يعني السبب بيركي عرف يتعطل النفيتو بيقول ليه هو رفض الدعوة تهمين عشان طبعا يكون جنتل ماذا احنا بقول بالانجليش او بيكون جنتيلة زي ما بنقول بالإيطالي يعني هو تأسف وقال لا انا آسف بقى وقد كمان السبب فده معناه انه هو بيرفض الدعوة وكمان ده بيدل على هو بيكون شخص لأنه هو تكلم ورفض ولكن قال السبب طبعا وكان بنوع مؤدف شوية تمام ما داعي صديقه بقى بيقول ما داعي لا يعني احنا بقول كده يلا مش مهم يعني احنا بقول كده ماذا يلا اتجئ سابطو يعني النهارده يوم السبب طب هو يعني بالنسبة لنا يعني مستبط ولا الحد هتفرق معنا خلي بالنسبة لنا ياولاد اسم دي معلومة لازم كده نعرفها لأن السابط عبارة عن يوم أجازة كوم إلى دومينيكا لأن هم عندهم نهاية الأسبوع ياولاد السابط إلى دومينيكا يوم السابط والحد اللي هما بيزي هنا حكنا بالعربي زي الجمعة والسبت عندنا فهو بالنسبة ل يوم السابط ده يوم أجازة فإذا هو بيقول له لنروح السنة ما في يوم الأجازة فإيه ما عندناش مشكلة يعني نذكر في أي يوم تاني يعني يلا يعني النهارده يوم السابط يعني نهارده يوم كده بالعربي تمام وطبعا هنا ناخد أيام الأسبوع وهنعرف ها كلها طيب ده أول ديالوجو عرفنا إنه هو رفض الانفيتو الدعوة طب تعالوا نشوف التاني كده اسمعوا معي كيف ضماني انديامو جوكاري ابالا كانسترو سي فولنتييري كيف ضماني هاي تصريف بربفاري اللي نحن السائلين يعني دلوقتي اللي هو معناق يا ولاد بربفاري يعني يعمل يعمل حاجة فاريس بورت زي فاريس بانت زي ما اتفقنا تمام يعني إحنا دلوقتي طيب يقول كيف يعني ما أو ماذا ماذا تفعل ضماني هتعملي بكرة رح قال ايه انديامو اجو كاري اجو كاري ابالا كانسترو تيجن روح إلى نلعب بلا كانسترو راح عايقل له ايه سي بولنتييري سي بولنتييري يا طرى يا ولاد هنا الرفض ولا ابل اه متوقع لما يقول لسي احنا متفقين ان سي معناها قبول انما نوم معناها ايه معناها الرفض فطبعا سي معناها طبعا ان هو ابل وكمان بيقول بولنتييري يعني بكل سعادة اه ده بكل سعادة هكا لعب معكم تمام طيب تعالوا نشوف الديالوج التاني بيقول كارلا طبلا سكولا نوي انديامو امنجاري والكوزا فوي فينيري تشارتو بانيني وبيتسا تمام تعالوا نشوف كده يعني ايه كلام ده كارلا يا كارلا طبلا سكولا بعد المدرسة نوي انديامو امنجاري والكوزا هنروح نكل شيء الفرب ده الولاد اللي هناخده في الواحدة الستة اللي هو يريد انتي عادة تيجي تمام قالت له تشارتو بانينو او بيتسا طب ايه ده طبعا جاية معاكم زي ما احنا بنقول كده تشارتو بالتأكيد بكل حماس بترد اه تشارتو طيب بالتأكيد هنأكل بانينو او بيتسا ايه رأيوكم لو كاننا كده ايه بانينو اللي هناخده او بيتسا يرأيو كون اكل ايه فطبعا هنا طبعا لماريت لتشارتو ايه طبعا ايه طبعا بيتسا ايه طبعا نشوف المين الديالogo التاني بيقول ايه سنتي perchè non vieni anki tu alla festa sabato مي dispiace ما ايه الكompel janno di una mika سنتي سنتي فربي sentire يا ولادي اسمعي اسمعي بركنن ها ليه ليه لا ليه ما تجيش معانا وانتي كمان الحفلة بتاعت يوم الزبت ها بركنن فيين yanki tu allah fista sabato ليه ما تجيش معانا الحفلة بتاعت يوم الزبت رح ترد تقلي ايه مي disbiatch مي disbiatch ما الكم piliyano di yonamika اسفة جدا ده ايه ده عيد melead صاحبتي عيد melead صاحبتي انا مش اقدر اروح من disbiatch اصفة اذا هنا طبعا ده كانت الدعوة وده الرد عليها طبعا هنا البنت بتعمل ايه رفضت الدعوة بتاعتهم لان طبعا عندها ايه disuamika العيد مي تماما تماما تعالوا نشوف يا ولاد ده طبعا ايه ونبارته ده بروسكولاستيكو ده من كتاب المدرسة بيقول لي ايه في يا ولاد انفتار انفتار يعني يدعو انفتار لما تيجي تدعو حتى بتقول ايه اقول فييني بنستطيع فرب فينيرة يا ولاد زي ما اتفقنا فييني على تيكي معي للسلم النهاردة او ممكن اقول فيينيرة عايز تيجي فيينيرة انديامو زي لاتسيجو كده بالانجليش انديامو التينيما او تيجي يلا نروح السينما طيب تعالوا يعني الايطاليين على طول يا ولاد بيخش على طول في الدعوة او بيقولوا على طول الكلمة تدل على الدعوة ايه تعال نعمل كذا على طول مش بيقعد يقول لك يعني ايه رأيك لا في برضو الاسبريسيوني التعبيرات عن ايه ايه رأيك ايه رأيك لو عملنا كذا زي منهم التعبير اللي نقول دلوقت ده بيقول كيني دي تشيدي عن داري على التينيما او مثلا كيني دي تشيدي ماذا تقول فيه او ما رأيك فيه ايه رأيك لو رحنا للسينما النهاردة تعيد او بركن نحن نذهب للسينما او لماذا نذهب للسينما النهاردة يبقى ياولاد الاسبريسيوني او التعبيرات او الافعال التي اليتالياني اوزنو بر فاري ونفيتو اليتالياني يستخدموها لكي يعملوا دعوة احنا كمان بصيامو فاري انفيتو ممكن احنا كمان نعمل دعوة اوزنو كوستي اسبريسيوني بصيامو براتيكار لالينجو عشان نقدر نمارس اللغة ممكن اقول لزميل مثلا اي فياني استوديار كمي او اجي ما تيجي تذكري معايا النهاردة بشان نقول بحل رحين السيلم النهاردة نقول فياني استوديار كن اجي ممكن تذكري معايا النهاردة مثلا تمام او او فاي فينير كن نتجي معايا النهاردة واا تاشا لو فيلم او اي حاجة كيني ديتش دي اي رايك فيه كيني ديتش دي وشير اي رايك لو نخرج النهاردة بركي نون اندي عمو هلا فستة دي لا نستراميكا او جي لما نروحش الى الحفلة بتاع صاحبتنا النهاردة وهكذا تعالوا طبعا ديجيلي في سؤال المواقف يقولي كواندو ان فيتو كوالكونا ديكو لما تدعو شخصا ما بتقوله هي ترى الكلام كله اللي احنا قلناه طب كواندو اتشتت ان فيتو ها اتشتت علي ان فيتو لما اقابل دعوة بقول ايه ها تي جراتسي كم بيتشاري اه سي يعني نعم شكرا وكم بيتشاري بكل سعادة تشارتو بالتأكيد بولنتييري بكل سعادة دكاردو موافقة طبعا بركي نو لم لا خلي بالنا من بركي نو بتجي تخلي بالنا عشان الناس كتير بتغلط فيها لما اقول لحد بركي نو يعني لم لا لم لا يبقى انا موافقة انا انا اروح المكان او موافقة على الدعوة زي بالظبط واي نوت بالانجليش في احنا بقولها بركي نو لو حد يقال لما اصد بركي نو عندي عموال شينما اودي ليه ما نروحش للسينما النهاردة رح انا ارد على يقوله بركي نو لا لا يبقى انا موافقة انا اروح معي السينما ايقونا باللا ايديا طبعا دي فكرة ايه جميلة طبعا دي حقا ايه اه معروفة تعالي نشوف يبقى لما يقولي في الامتاعين في سؤالي سيطواتيوني يقولي ايه كواندو اجتو ونو انذيتو كوزا ديكو هام لما جاء قابل دعوة بقول ايه طبعا كل التعابيرات اللي احنا قلنا عليها طبكواندو رفيوتو ونو انذيتو لما جاء رفض دعوة ياولاد بقول مي ديس بيعتش آسف ما ننبصه وما قدرش برت ربو ننبصه آسف مش هقدر نو جراتس لا شكرا ديفو ستو ديارة ديفو دوربميرا ديفو فاريكوالكوزا اي حاجة تانية يعني بقول لا شكرا وبجاء اقول السبب طبعا لا ده المفروض اعمل كزا مسلا ديفو اندارة اه دعمية نونة لا ده المفروض انا اروع عند جديدتي فبش اخرج معاكم يعني اجيب اي سبب ديفو ستو ديارة المفروض ان انا زاكر لا ديفو دوربميرا لا المفروض ان انا نام يعني بقول نو وبرفض وكمان حط السبب بتاعي المقنع اللي هو بيدل على ان يصونه اننا بيكون انا انا برسونا جنتيلة في الكلام يعني انا كمان انسانة جنتل في التحدث مع الاخرين حتى لو رفض برفض بجنتلة تمام طبعا السؤال طيب يبقى انا عندي دلوقتي نرجع تاني نقول اننا لما ايجي اعمل اي دعوة ان التعبيرات اللي في بيه هو القبول والرفض زي ما اتفقنا تمام تعالوا نشوف بيقولي ايه كمبليت تعاطي وزندق انكلي اسبرسيوني امبلوك تعالوا كده نقرأ نقرأ الديالوج ده او هي مين ديالوجي برعا يعني جمل بسيطة ما بين اتنين فيه حتى بيدعو والتاني بيرد علي تاني شوف كده بيقول ايه اول حاجة فييني قال شيني ما كون ما اي ماريا اي اونا عطي ميدية راح قللي اه فييني تيجي معايا الى السينما انا وماريا النهاردة فرح اقلوا ايه اه قلوا دفكرة جميلة يبقى ده اابل ولا رفض اكيد هنا ايه اابل الدعوة ممكن يقولي اوه في الاول اه سييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي آسف مش هقدر. وقاب لي كلمة فستة يعني حفلة. يا ترى ممكن نقول ايه? ممكن نقوله كيني ديتشي دي انداري. الله فيش تدي ماريا. ايه رأيك لو روحنا للحفلة بتاعت ماريا? مثلا يقول ميدرس بيات شانو نبصه. آسف مش هقدر. طيب راجعت سي. وقاب لي دعوة مفروض ان انا اعمل دعوة. وقاب لي بكل ساعة ده. وممكن اقول ايه يا ترى راجعت سي. فينتي. كن ناي او جي على التينيما او التياترو. تروحوا معايا النهاردة الى المسرح. بولنتييري يعني بكل ساعة ده. تمام. دومينيكا. فاي فينيري اكازا ميا. دومينيكا. عايزين انت عايز تيجي معايا الى المنزل بتاعي. قال له ايجو كيامو كون لبلاي ستيشن. نلعب بلاي ستيشن. هيقول له ايه طبعا اي حدفين هيسمع كلمة بلاي ستيشن هيقول له ايه. بالتأكيد هاجي معاك طبعا. وطبعا لازم هنا بيبنق الدعوة. يبقى انا عندي يا ولاد في الدرس التالي النهاردة. اتعلمنا ان احنا عندنا مجموعة من الافعال الشلزة اللي اتفقنا اللي احنا نحفظها. علشان هنعمل عليها المرة الجاية. تمرين يعني او اسئلة. وكمان اخدنا النهاردة درس جديد تاني في المواقف اللي اتعلم منه ازاي نعمل اونو فيتو وكمان ازاي نقدر ان احنا نرد على الدعوة بالقبول او الرفض. وكمان هنا علمني في الشيء على الديالوجو احنا نحن نحن نقل قدامنا دلوقتي ازاي نحن عملنا اونو فيتو وكمان ردينا مرة بالقبول ومرة بالرفض. علشان يعلمني ان انا اعمل الدعوة وارد عليها. بيعلمني. تعالوا نشوف سؤال ليه سيطواتيوني. سؤال المواقف بيقول ايه. بيقول ايه ديكو. بيقول لحدة معيه. كواندو? بقول يا تعالي الكلام دا امتى? هل كواندو اينITTو اينividو او او اصلاوتو او او اميي بروزنتة او 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 افاتشون او 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 ايدا او اوني اون اصلاو او كيدو اللعنازيونيو. ايه تعالي لمعا اقولوا حد كده قدامي تعالا معيه الى السينما او انت عايز تيجي معيه الى السينما. إذا معناها إيه؟ معناه أنه أنا أعمل إيه؟ اه؟ أيوان، لست وقديني الدرس يا أولاد، لنقل بالنا. أيوة، أنا أعمل إيه؟ بضع شخص ما لعمل حاجة. بضع شخص ما لعمل حاجة. طيب هل أنا بخي شخص ما؟ طيب أنا هنا بقدم نفسي لشخص ما؟ لا أيضا، بعمل دعوة أيوان. فتشو نبيتو، ولا كيدو نانسيوناليتا؟ بسأل عن الجنسية. أكيد لا. فطبعا عندي اللي كتبه الصحيحة تبقى الـ A و الـ D اللي هي عندي انفيتو qualcuno يعني بدعو شخص ما لعمل شيئ ما وكمان بعمل الدعوة. فاتشون انفيتو. تمام طيب لما قول لحد قواندو اندكو الجورن دي لاتي مانا. فكريين يا أولاد أيام الاسبوع كنا بنقول سابطو دومينيكا لونيدي مارتي دي ميركولي دي جوبي دي فينير دي. ليه أيام الاسبوع تمام. أيام الاسبوع دي يا أولاد عليها كمان مواقف في الوحدة الـ A الخامسة ديت اللي هي كواندو اندكو الجورن دي لاتي مانا. لما أعبر عن يوم من أيام الاسبوع. النهاردة أي يعني في الأيام. هقول ايه OGA الفينير دي ولا اي اونا قليدية ولا ابي تواروما ولا اي السابطو ولا ميكيا موكارلا. ايوان لما كن أنا بعبر عن يوم من أيام الاسبوع هقول OGA الفينير دي مثلا OGA لدومينيكا OGA المارتي دي أي يوم من أيام الاسبوع. إذن لازم هاختار يوم من أيام الاسبوع يا ولاد في الاختيارات. اللي هي ايه؟ هاختار طبعا قال يا OGA الفينير دي وإيه كمان ايوان شاطرين آل سابطو بيكون يوم السابط أو يعني النهاردة بيكون مثلا يوم السابط. تمام. يبقى احنا نراجع أيام الاسبوع وهنقولها كمان في الحلقة القادمة ان شاء الله هانا نذكركم بيها. طيب كواندو كيادو لندريتسيو لما آجي أسأل عن العنوان ودي حاجة وسؤال أخذناه في الترم الأول هو كمان معنا في الترم التاني خلي بالنا. كيادو يعني بسأل عن بسأل عن العنوان هقول كيفية كثير من النهاردة ونستعر الموجاضية أو كitude أو كوبيةه ونسأل عندما كنا سأل عن العنوان بدلا أقول له أين تذهب وين تدريس وين تتسكن وين هو العنوانك أوأنت من النهارة طبعاً سألو يف ايوا 40 بسأل الغير ما عندما تتفسر ل vont ممكن أقول له كوبيةه لقم تمام يبقى لي كده اللي اسئلة عن العنوان عندما يتشارك في كل ساعة انا هاجي معك انا هنا بعمل اي اولاد ايوان انا هنا وفقت على الدعوة وفقت على الدعوة يعني ايه بالإيطاني هل صالتو كوالكونا ولا انفيتو كوالكونا ولا مي برازنتو كوالكونا ولا اتشدتو انفيتو ايوان اتشدتو انفيتو هنا انا بقبل دعوة لما اقول لحد اه بكل ساعة انا هاجي معاك اذا انا قبلت الدعوة طب وانا عملت ايه كمان ايه انا هنا ردت على دعوة طبعا اكيد حد قال لي حاجة دعاني الى حاجة وبالتالي انا ردت عليه اذا الاجابة بتاعتي هيبقى دي والا والاي اللي هي ريسبوندو او انفيتو وكمان تشدتو انفيتو طيب الصؤال الاخير في حلقتنا النهاردة بيقول لكواندو واندو انفيتو كوالكونا لما تكدعو شخص ما ياترا بتقولو ايه سأقول له بركانون فييني كونوي لماذا تجيش معنا إلى السينما مثلا أو إلى أي مكان وقال له كمان أيوان دي كيني ديتشي دي عن داري كونوي ايه رأيك لو جيت معنا كيني ديتشي دي عن داري كونوي ايه رأيك لو جيت معنا يبقى دي طبعا دي التعبيرات اللي بنستخدمها في عمل الدعوة طبعا احنا النهاردة يا ولاد اخذنا درسين مهمين جدا في المنهج بتاعنا الدرس الاول اللي هو الأفعال الشازة اللي المفروض نحن نحفظها ونذاكرها وكمان اخذنا الصفات اخذنا كمان في سؤال المواقف اللي هو ازاي بقى اعمل دعوة وازاي برد عليها بالقبول اول رفض طبعا يعني بكده انتهت الحلقة بتاعتنا النهاردة ونشوفكم على خير وسلام ان شاء الله الحلقة القادمة ارجو ان احنا نكون افدناكم وان شاء الله معنا سينيورة سيهم محمد السينيورة ايمان ان شاء الله تعرفنا المرة الجاية في الحلقة القادمة ان شاء الله نشوفكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة